موسيقى متابعي سبتشات أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وجهة نظر مواضيع عديدة أناقشها اليوم مع ضيفي في هذا اللقاء العميد المتقاعد خليل حلو أهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر سبتشات أهلا فيك مد مذربة عميد مواضيع كتير رح نقشثه في هذا اللقاء وركن البداية من الجبهة الجنوبية من هذا التصعيد الحاصل ومن الرسالة لأرسال الرئيس الإيراني الجديد إلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ورح أقرأ نتفهم منه إنني على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا الكيان بمواصلة سياساته التحريضية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة الأخرى برأيك عميد هل ستطول الحاجة إلى استمرار الجبهة الجنوبية؟ ما فيه إلى حاجة لأنه حزب الله اللي منفتحها الجبهة هايدي بمبادرة منه بالـ 28 الأول قال إنه هايدي جبهة مساندة لغزة يعني هدفه كان تحقيق تخفيف الضغط على غزة وإشغال الجيش الإسرائيلي بشمال إسرائيل بعد ما اتطورت الأحداث وبعد ما صار فيه كثافة كديرة كبيرة بالمعارك والمبادرة انتقلت من إيد حزب الله لإسرائيل إسرائيل اليوم عم بتبادر هلا بنحكي على اليوم وحزب الله عم بيرد كان بالأول حزب الله عم بيرمي وإسرائيل عم ترد هذا التغير لشو بيدل؟ هذا بيدل على جهد إسرائيلي يعني حطوا جهد لمنع حزب الله من قيام بعملية شبيهة بطفن الأقصى ولتخفيف قدرات حزب الله يعني وفقاً لشبكة الجزيرة الإعلامية اللي هي قريبة أكتر بكتير لمحور المقاومة من غيرها عطيت أرقام لحديد تقريباً آخر شهر حزيران إسرائيل ضارب بلبنان أكتر من 6200 هدف بينما حزب الله ضارب بإسرائيل 1200 أو 1300 هدف يعني النسبة خمسة لواحد عسكرياً اليوم كيف من أيم هذه الضربات بالكمية ولا بنوعية هذه الضربات؟ اتنين اتنين أو اتنيناتهم يعني إن كان الحزب ولا إسرائيل ضربة نوعية وكمية الحزب بيعرف أنه القوة النارية اللي عنده لا توازي يعني ما في يعمل توازن مع إسرائيل بمسألة القوة النارية هلأ بنحكي عن غير نقاط قوة ونقاط ضعف للتنين لذلك عم بيركز على بعض المناطق يعني عم بيركز مثلاً على كريات شمونة عم بيركز على المنارة عم بيركز على المطلق عم بيركز يعني الدمار اللي عم بيحصل بالجانب الإسرائيلي عم بيكون محصور بمنطقة وعم بيعطي نتيجة معنوية إذا بدك وما يديك هلأ الإسرائيليين كمان عم بيركزوا على بعض النقاط بالرميات تبعهم ولكن كثافة النيران اللي عم تجي من إسرائيل أعلى أكتر والضربات الجوية اللي عم تجي من إسرائيل عم بيحكي عن الطيران مش عم بيحكي عن المسيرات المسيرات ما بتحمل ذخيرة إلي بتحمل ذخيرة خفيفة ودقيقة زي في الطيران اللي عم ترميها إسرائيل عم تستهدف عدة أمور أولاً القرى اللي واقعة ضمن الخمسة كيلومتري اللي إسرائيل عم بتطالب حزب الله ينسحب من ضمنهم عم بتجري بتدمر هالقرى لأن هايدي القرى هي مقاتلين حزب الله هني منها القرى هايدي لأن الحديث كان لما إجى وقشتاين أنه بركم نسحب حزب الله رد الأستاذ نبيه بره كان أنه هايدي دياعون كيف بدنا نقوله نفلون هوني التاني شي في مسألة الأنفاق ومراكز القتال الحزب الله ما عنده مراكز قتال زاهرة كلية مموهة أو ضمن مباني أو تحت الأرض هايدي اللي عم تستهدفه إسرائيل على حد ما تقوله إسرائيل أوكي الحزب عم بيستهدف سكنات عسكرية مثلا آخر عملية عملها وضرب بيتان ساروخ فردنهار على إسرائيل استهدف عشر مراكز عسكرية وهيدي نوعية والحزب تعلم أو بالأهرة استقى الدروس من خلال تسعة تشهر حرب لا يعرف كيف يتجاوز الدفاعات تبع القبة الحديدية القبة الحديدية التقنية تبعها ما تغيرين أو منها ضعيفة ولكن الحزب عرف كيف يتعمل معها يعني في عدد كبير من الصواريخ اللي بتروح بتنزلهم لقبة الحديدية في عدد بينزل بمناطق غير مأهولة وأكتري تحرجية لهذا السبب في عنا حرايق بإسرائيل وفي جزء منها عم بيوصل على الهدف وعم نشوفهم بالفيديوهات يعني معناتها فيه اختراق لقدرات القبة الحديدية هذا الشي ما كنا نشوفه بتشرين وتشرين وكانون وكانون معناتها الحزب مش طور يعني ما عنده تقنيات جديدة إنما صار عنده تكتيات اكتسب تكتيات بالنسبة للإسرائيليين عم بيستعملوا الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف هذا الشي بيسهل عليهم كتير الشغل العمليات العسكرية وعم بيستعملوا الذكاء الاصطناعي لتوزيع الأهداف على الطيران المسيرات المدفعية وغيره هذا كمان عمل متقدم يعني الطرفين عم بيستعملوا كل ما لديهم من تقنيات في الجنوب حزب الله بعد فيه اشي ما استعملها وبعده عم بيحترم النطاق الجغرافي مثل شو هذه الأمور أو الأدوات اللي بعد مستخدم يبدو أنه بيطلب من إيران أو بالتفاهم مع إيران ما عم بتجاوز الرميات أكتر من خمس كيلومتر فيه أوقات عم بتجاوز وقت اللي عم بيوصل لحيفا ولعكا فيه أهداف عم بيستهدفها بتبعد خمس وثلاثين كيلومتر فيه أهداف عشر كيلومتر إنما محدودة أكتريت رميات الحزب هي ضمن الخمس كيلومتر مثل ما الإسرائيلية عم بيرموا ضمن الخمس كيلومتر يعني حزب الله خلق منطقة عازلة داخل إسرائيل أكيد الجيش الإسرائيلي موجود فيها إنما السكان بطلوا موجودين وهو بالنجاح اللبنانية هو موجود والسكان هجروا يعني عندنا إذا بدك تعيدوا بالموضوع هلا الذي لم يستعمله بعد حزب الله بنا نحكي عن أولا أسلحة وتانيا أهداف في عنده صواريخ دقيقة من نوع الفاتح 110 ومثيلات الفاتح 110 مثل البدر 313 هاي دي تسمية إيرانية لصواريخ دقيقة جدا وسريعة جدا ويمكن أن تطال كل الأراضي الإسرائيلية هذه لم تستعمل بعد هذا يعتبر سليح استراتيجي ويبدو أن حزب الله ما بيستعمل هالشي لعدم أعطاء إسرائيل ذريعة بتدمير القرى الواقعة خارج الجنوب أو لاستهدفات استراتيجية خارج الجنوب تاني نوع صواريخ ما استعملوا حزب الله هو صواريخ بحر يعني أرض بحر من نوع ياخنت حسب ما يقال بالمراجع العسكرية هاي دي صاروخ مدى 300 كيلومتر هاي دي بيستهدف أهداف بالبحر وبالتالي يعني منصات الغاز والنفط يلي موجودين مقابل السحر الإسرائيلي بكريش بتمار وبالليفيتان هاي دي حزب الله فيه طالون وبالتالي لم يفعل ذلك بعد وهي دي إذا عملها أكيد شيء استراتيجي بيكون وإسرائيل يجب أن ننتظر رد مذمر هلا هاي دي حزب الله ما استعملون لعدم التصعيد إسرائيل ساعدة أكتر يعني تستهدف القيادات بالجنوب وخارج الجنوب للحزب تستهدف كل مراكز يلي ممكن تعتبرها أنه بتشكل عليها خطر مثل المسيرات مصانع المسيرات طبعا الحزب ما رح يقول أنه ضربوا لمصنع مسيرات عم بيحكي عن السوبر ماركات ومخازن أمح وإلى ما هونالك الحزب مموه كل قدراته منه بيرزا يعني وهي دي طريقة ذكية جدا يعني بالعمل فإسرائيل تستهدف المسيرات مخازن صواريخ حسب ما عم تحكي هي مطارات المسيرات واحد بالهرمي الواحد بجزين بقى ولكن مش عم تضرب مثلا جسور مثل ما بال2006 أو منشآت حيوية مثل أو السلس يعني يعني بنى تحتية مش حزب الله بس بيستفيد منها إنما كله بنان هاي دي بعد ما عملتها وبالتالي اللي بيقيموا هاي دي الحرب اللي عم تصير هاي دي حرب استنزاف متبادلة في استنزاف لقدرات حزب الله مش معناتها أنه ضعف أكيد قدراته اليوم أقل مما كانت بتشرين الأول وأكيد لما قيادات الحزب بتكون تحت ضغط ضغط الاغتيال يعني إن كانوا بسيارات ربيد أو غير سيارات ربيد أو على دراجات نارية بدون يقضوا أكتريت وقتهم عم بيشوفوا كيف بدون يتنقلوا بطريقة آمنة يعني بينشغلوا بأمنهم بدل ما يخصصوا وقتهم للمعركة مع إسرائيل من الجاهة الإسرائيلية تهجير اللي صار بشمال إسرائيل الآن عنا تهجير مقابل دوبل إنما ما عم بينحكي فيه إنه هيدا تقل بينما الحزب اللي عم بيشدد كتير على مسألة تهجير شمال إسرائيل وشلل الزراعة وشلل الصناعة وغيره وهيدي إنجاز هذا ما حدا فيه يقوله لا ولكن بالمقابل نحنا عنا كمان الخسائر اللي حتحكوا فيها الوزراء الحديث الآن خمس مليار عم نحكي نام مليار دمار ثلاث مليار زراعة عدا عن ألاف المنازل المدمرة كليا أو جزئيا خمسة وستين قرية في الجنوب تم استهدافها وشلل تام وكلما طالت الحرب كلما ارتفعت تسببت الخسائر نحنا هلا هايدي حرب الاستنذار إذا بك تسأليني أمتين بدا توقف من ضمن سؤالي كم فيش من عندنا أيمتا راح تستمر يعني إلى أيمتا ما بأتدل أنه على المدى المنظور فيش راح يوقف لأنه هاي كيف بدا توقف بدا توقف أولا بممكن شو الحلول يا أما الحل الديبلوماسي سنة تسعة تشهور ساعة بيجي هوكشتاين ساعة بفل هوكشتاين ساعة بيجي لودريان ساعة بيجي لودريان ساعة بيجي هوكشتاين عبريز وبيدعي هوكشتاين حضرته أنه بالألام أنه لوما هو كانت توسعت هالحرب وأنه لوما جهود إدارة بايدن كانوا حزب الله وإسرائيل فاتوا بحرب طويلة عريضة جرت المنطقة لحرب هذا الذي يدعيه طيب ولكن فشل حتى الآن بإيقاف هذه الحرب يعني أنا مني شايف الحل الديبلوماسي كيف ممكن يصير وكيف ممكن الطلب الأمريكي الإسرائيلي يتلبى بسحب حزب الله خمسة كيلومتر عن الحدود حزب الله رافض هذا الشي ورافض البحث فيها قبل وقف طلق النار بغزي ثاني عائق هو وقف طلق النار بغزي وقف طلق النار بغزي صارنا هلأ جمعتين بتفاعل غير منظور انه راح تصير وما راح تصير تحت مبارح ببالل شي تسرب أخبار انه يحيا الصنوار وجماعته مش مستعجلين على الحل لأنه استراتيجيا ممنين حالهم تحت الأرض بكل ما يلزم من حياتيات والوجستية واللي بديكي هني وقسم كبير من المقاتلين طبع حماس بأنفاق استراتيجية مش أنفاق إتال أنفاق الإتال بتقوم على الوجه وهي الإسرائيلي اللي عم بيلقطوه عم بيضربوه وما عم بيلقطوه عم بيقوله في خمس تلاف مدخل للأنفاق كيف يعني نفاق استراتيجي بيكون نفاق استراتيجي بيكون بين 30 و 80 متر تحت الأرض هذا ما أنه نفاق إتال هذا نفاق معيشة تخزين صواريخ مصانع صواريخ مراكز إيادة مراكز منامة مراكز إتال ما بتكون 80 متر تحت الأرض بتكون فوق يعني في مداخل يظهروا منها ومخارج الأنفاق الإسرائيليين كان تقديرهم بأول حرب أنه في 1700 متخط هلا عم بيقولوا في 5000 أوكي يعني هلا أكيد دمروا جزء منهم في جزء بعضه في جزء كبير بعضه موجود وبالتالي هالخبر هيدا وخبر تاني بيجي من أبو عبيضة أنه حماس أعادت تنظيم نفسها وتزخير نفسها وتهيكلت نفسها في كل قطاع غزة أكيد هذا الشيء مبالغ فيه ولكن اللي عم نشوفه أنه إسرائيل عم بتفوت عمنطقة عم تنهي العمل العسكري بترجع بتطلع بترجع تلجي حماس بتقعد بالمنطقة بترجع إسرائيل بتفوت حي الزيتون بغزة خمس مرات فاتوا على الإسرائيلي وظهروا مبارح في حي الشجاعية مرتين مبارح في حي جديد تل تسيت المهم المخيم الشاطئ مرتين فاتوا علي وبالتالي يعني بهالجو اللي عم نشوفه بغزة وبحديث حماس إنه بدون ضمانة من قطر وأمريكا ومصر تضمن وقف اطلاق النار كيف بدون يضمنه كيف أمريكا بدل تضمن وقف اطلاق النار ليش أمريكا بتقدر تهدي إسرائيل وعكب سزرار ولا قطر ولا مصر عم بيطلب إنه استبدال كلمة مجهود بكلمة ضمانات المرحلة الأولى اللي حكي عنا بايدن يلي هي ست أسابيع بدو إيها أطول وإنه عأساس خلال هالمدة تجري مفاوضات للوصول إلى وقف عمليات حربية بيلعبوا على الكلام ساعة وقف عمليات حربية ساعة هدنة ساعة ما بعرف شو كلنون بيعنوا وقف اطلاق النار إسرائيل الرافضة وقف اطلاق النار لأنه إسرائيل إذا مضيت على ورقة في وقف اطلاق النار أي خرق بتعمله رح تنلم هي بينما ما بتكون هدنة لما بتكون وقف عمال حربية مثل القرار 17-01 مثلا لأنه ما في وقف اطلاق النار في 17-01 في وقف عمال حربية وبالتالي إسرائيل لا تريد أن تلزم نفسها بوقف الحرب على حماس كيف لا نوصل لأتفاق لما بكون فيه استراتيجيتين تتصدم وما في محل في كومن جراون بيجوز الطرفين اليوم وثلاثة طب حرب كبرى قبل ما تصير تسوية ربما هاي حزب الله وإسرائيل وحماس بحاجة لاستراحة أوكي عم يفتشوا على طريقة أنه هالاستراحة ما تكون يعني غير ملزمة ما تكون ملزمة بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لحماس سؤال طيب عملته طوفان الأقصى الدمار يتغزي 40 ألف أتيل 100 ألف جريح الدمار هائل أوكي وعم تطلبوه نرجع لستة تشرين شو عملنا أوكي وقفنا التفاهم السعودي الإسرائيلي هايدي لصالح مين هايدي رجعنا لقضية الفلسطينية على الواجهة رجعت على الواجهة ما بتكون أثمارة كل هذه التضحيات لعملته حماس والحركات المقاومة يعني هناك في حال إذا رجعنا إلى ما يعني لستة تشرين هل إذا رجعنا لستة تشرين التفاهم السعودي الإسرائيلي رح يوقف أو رح يرجع لورا أو رح السعودية يتوقف التفاهم مع إسرائيل هل أردن رح يوقف يقطع العليقات ديبلوماسية مع إسرائيل هل مصر ستلغي اتفاق كامب ديفيد ما بتقيد وبالتالي الشي اللي صار إنه صار فيه تأخير للتقدم بالأضية الفلسطينية الأضية الفلسطينية كانت منسية هيدا الشي الوحيد لتحرك ولكن تحرك بالحكي حل الدولتين كلهم عبيحكم حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية عظيم إزا إسرائيل ما بتدحل الدولتين وما اعترف بالدولة الفلسطينية كيف بدوا يتحقق هيدا الشي هل رح يجي الأسطول السادسي حيقوا بالقوة أو هل رح يعملوا انزال أوروبيين حيقوا بالقوة أو الروس أو حدا تاني وبالتالي يعني الحرب هيدا يلي اليوم عم نشوفها إن كان بغزة ولا بجنوب لبنان مكلفة لدرجة إنه صارت صارت كلفتها تتجاوز بكثير الأهداف يلي كل طرف بدوا إيه بعدين سؤال للسيد نتنياهو شو عندهم خيارات جماعة حماس أنا بدي أفترض إنه جماعة حماس سيئين لا لا بدك إيه مع أنه إيديولوجيتهم طبعا ما بتتناسب مع الشي اللي نحنا من أمن فيه ولكن تب شو تركهم خيارات ما عم تعطيهم ولا خيار شو بدون يعملون بدون يكملوا الإتالة للآخر ما عندهم خيار موت السريع أوكي والحصار شو بدون ننقه وبالتالي نحنا بطريق مسدود كالأطراف الأهدافة أهداف إسرائيل وأهداف حماس وأهداف حزب الله لا يمكن أن تتحقق وبالتالي شو بدون يوقف هالحرب الاستنزيفية هذي ما رح توقف هذي الحرب قبل الانتخابات الأمريكية إنه عم نقترب على هذي الانتخابات ما نشايف هيك ما نشايف هيك شو عطيني سبب لي وقف عطيتك كل اللي لازم يمكن الطرفان بدون استراحة بس الحرب ما حتوقف ممكن يكون فيه هدنة طيب الحديث عن اشتياح إسرائيلي للبنان اليوم فيه تسع انذارات تقريبا كلها انذارات كازبة إنه إسرائيل تستعد أو خلص وضعت الخطة لاشتياح لبنان هذي جدي مش تهويل استراتيجي لا لا ما إنه تهويل استراتيجي لأنه بيكون عندك أربع فرق مقاتلة محشودة على حدود الجنوبية طبعنا يعني شمالهم هذي مش تهويل هذي ما أحدا بيحشود ثلاثين أربعين ألف عسكري ليتسلى على حدود طولة سبعين كيلومتر نحن وإسرائيل وستين كيلومتر مع الجولان المحتل مئة وثلاثين كيلومتر كلها أربع فرق ديفيجينز عم نحكيه يعني بالمعنى العسكري طيب والرمايات اللي عم بتصير في جزء منها بيوحي إنه تمهيدية لعملية اختراقها مش معناه تحزب الله رح يخسر دغري أو أو ما رح يقاوم أو بقى كيل رح يقزيون تنكسر شوكة إسرائيل نعم تنكسر شوكة إسرائيل في حال اشتاحت لبنان خلينا نتفي شو معينتا بتنكسر أنا بدي راجعك للألفين وستة بالألفين وستة من عنا نحنا سيد حسن نصر الله قال شغلتان نصر إليه اعتبر حيل وربح ولو كنتوا أعلم هذي بيتناقضوا مع بعضه لو كنتوا أعلم معناتا أنه في شي غلط صار نصر الإلهي لما نواف طلع النار بقاب ب13 قاب أو 14 قاب لألفين وستة كانت إسرائيل محتلة كل جنوب الليطاني وانسحبت منه بعدين بالاتفاق بالتنفيذا التنفيذ جزئي للقرار 17-01 تبتير منيح إسرائيل بالبابليكيشنز اللي عملتهم أنه نحنا ربحنا وعم نعيد تقييم الأخطاء اللي صاريت وجايبه وقت رئيس أركان رجع إعاد تنظيم الجيش لحتى ما يتتكرر 2006 والخسائر اللي أكلوها بوادي الحزير وبالاليكوبتر اللي نزلت وإلى ما هون اللي بتاهم كتير منيح هلأ قضيت انكسرت شوكة شو انكسرت شوكة هيدا تعبير شعبوي لبناني ما قلوه طعمي ولا قلوه إيمي شو ما يتا انكسرت شوكة إنه انكسرت شوكة إسرائيل تبخير رح تربحوا الحرب على إسرائيل إذا رح تربحوا الحرب على إسرائيل تفضلوا كاملوا للآخر وخلينا نخلص مع الموضوع إذا ما رح تقدر تربحوا الحرب ما في عقل بالعالم ما في عقل بالعالم بتاريخ الحروب لما نحرب مش ممكن نربحها أوكي والطرف التاني ما ممكن يربحها شو بيبقى خيار غير التفاوض طيب هالتفاوض لحديث هلأ بعده عقيم ما بيعطي شي لأنه نحن بمنطقة ما فيها غير مشاعر ما فيها غير عدم يعني عدم الرضوخ عدم اعتماد المنطق بأي شي بأي شي الدول العربية حاربت إسرائيل بالـ 48 وبالـ 56 وبالـ 67 وبالـ 73 وحرب لبنان بتبع 82 اتكررت بعدين عدت مرات 78 82 آخر شي الدول العربية عملت تقييم لقيت أنه يا خي ما رح فيها نربح الحرب على إسرائيل خلينا نعتمد التفاوض خلينا نعتمد لحل السلمي بس اعطوه دولة للفلسطينيين نح هذا الحل فيه بمرحلة من المراحل فيه كثير ناس ما كانوا قابلين فيه فيه كثير عرب ما كانوا قابلين فيه رجاء قابلوا فيه بقمة بيروت سنة 2002 بمبادرة من الملك عبدالله إسرائيل مش قابليني فيه هلأ طيب عندكم بقلب إسرائيل مليون أو مليونين فلسطيني وعندكم بغزة مليونين وعندكم بتضغفة الغربية ثلاثة مليون شو بتعملوا فيهن بتكون تعيشون يعني شو مواطنين درجة تانية ولا تحت الضغط ما فيه ما بتقبل ما فيه غير حل سلمي بدوا يمشي مع تغيير ذهنيات وهذا الشي اللي عم بإليك فيه كثير رحلول اللي عم تحكي شعر هو مضبوط أنا عم بحكيك شعر بتسوفي حل غير هيك بدربني وبضربك بنعمل هدنة هلا بال2024 إسرائيل وحزب الله بيعملوا هدنة إسرائيل وحماس بيعملوا هدنة بعد خمس سنين عن جديد عن جديد أربعين ألف قتيل نرجع ما ببلش عن جديد هيك ما ننضال هيك ما تكون تورطوا ولا تكون مقتنعين انه رح تربح والحرب حسب رسالة الرئيس الإيراني مقتنع انه رح يربح الحرب بس بأي تمن هاي إذا رح يربح هاي إذا رح يربح يعني ما ما توسعت بعد بأمور استراتيجية أكتر من هيك إسرائيل عندها قدرات نووية عندها سلاح نووي وحزب الله ما طور قدراته من 2006 إلى هلاء بلى حزب الله طور كتير قدراته من 2006 إلى هلاء وإسرائيل طورت قدراته بس عم بحكيك عن سلاح النووي أكيد إسرائيل ما رح تضرب لبنان بالنووي بس إسرائيل إذا كانت مهددة بالزوال شو رح تعمل مع إيران بحدا نسأل هالسؤال أكيد انطرح هيدا الشي بالإيادات على مستوى الإيادات بس هذا ما بيطلع على برة ما بيطلع على برة غير الحكي الشعب أوه مع الأسف نقوم في حال اشتاح الجيش الإسرائيلي لبنان كفة الربح لمين بتروح الجيش الإسرائيلي بكل موضوعية بكل موضوعية الجيش الإسرائيلي اليوم بالعديد اللي كي بالإمكانيات اللي عنده هي بيقدر يشتاح بس بديو تفحقها بديو تفحقها غالي بديو يصير فيه دمار بالمدن الإسرائيلية حزب الله رح يرمز صوريخ الإتليق عنها حزب الله رح يجتهدف منصات الغاز والنفط رح يتسبب بأذى هائل لإسرائيل ورح يقاوم يعني أنا بأعتقد شخصيا أنه حزب الله ما رح يقاوم جبهويا رح يعمل مثل مثل حماس ما رح يجي يحط خط دفاع وهم بدو يخسر إذا عمله أكيد رح يعتمد الأسليب الحرب العصابات يعني يلي طول عمره بيستعملها مع إسرائيل يعني رح يستعمل مداخل الأنفاق رح يستعمل كمين رح يستعمل العمليات الخاصة الإغارة بقواته الخاصة وعنده قدرات كثير كبيرة بهذا الموضوع رح يقزي كثير إسرائيل ولكن إذا بدنا نطلع موازين القوى اليوم بموضوعية ما بعتقد رح يقدر يعني رح يزعج إسرائيل رح يجبر إسرائيل لأنه ما توسع يمكن إسرائيل ما فينا يجي أقول لك شو بدي يسير ما حدا يقدر كله يعتمد على الإداء يعني أي خطة عسكرية توضع بأي جيش بالعالم بتضاين ربع ساعة لأنه نحن حطينا هالخطة طيب ما اللي مقبيلنا عنده خطة تانية خرب ليها بدي يغير وبالتالي الشي الأكيد يلي بقدر إليك إذا صار هالاشتياح الحرب لن تكون محصورة في لبنان على الأكيد ستكون الأراضي السورية مسرح لهالحرب ويمكن الأراضي العراقية رح يكون فيه تدخل من ميليشيات متحالفة مع إيران ستتوجه إلى لبنان عبر الأراضي السورية يلي هن الحشد الشعبي بالعراق وهيدي قالوا ما أني عم باخترع شيء وصار فيه اجتماعات بإيران لها الغاية واجتماعات ببغداد لها الغاية وحزب الله كموجود بهالاجتماعات وحسب الأخبار أنه حزب الله ما كان كتير محمس أنه يشركوا معه لهال لها الميليشيات إنما الحديث الإيراني غير هيك بيقول أنه لأ رح يشاركوا ورح نسندهم وغيروا يعني المنطقة كلها ممكن تولع وأمريكا تتورط وما بدأت تتورط وإيران ما بدأ هي تتورط وبالتالي هاي المعادلة هلأ هاي دي المعادلة هلأ بأي أتجاه بتروح بعدين حسب الإداء تبع كل طرف وحسب قوة كل طرف وحسب قدية بده يحط مجهود لها المعركة كل طرف هل تخشى على قصف المطار طبعا على قصف بيروت أو ضربة بحجم ضربة انفجار المرفأ انفجار المرفأ شي خاص يعني هذا كان فيه نيترات موجود مخزن بالمرفأ بطريقة غير شرعية هذا موضوع تاني إنما قصف مناطق في بيروت نعم يعني إذا حسب الله عنده مراكز بالضحية جنوبية كتير ممكن إسرائيل تستهدفها وخشي من أصف المطار أكيد موجودة لأنه بالألفين وستة أصفوا المطار إنما ما دمروا البناء التحدي طبع المطار ضربوا المدرج والمدرج قوام تسلح يعني المدرج أهوى شي تصليحه إنما إذا دربت المنشآت طبع المطار العنابر الرادار غرفة التوجيه الجوي هؤدي بكلفوا بكرة مئات لملاقين اللي يرجعوا يتسلحوا المرائب المرائب طبع الهونجريات يعني طبع صيانة الطيارات هؤدي أكيد مكلفين كلهم تحت مجهر القصف الإسرائيلي كمان ممكن هؤدي ممكن ممكن إيه ممكن لا كله بيتوقف أدى الولايات المتحدة قادرت مونع إسرائيل ما تعملهم لأنه بالألفين وستة اللي منع إسرائيل من ضرب المونة التحتية بالكامل هي الولايات المتحدة وهذا الشي يعني غير خفي ع أحد وزارة الدفاع خلصت بسبب تدخل الملحق العسكري الأمريكي المطار نفس الشي مرفق بيروت نفس الشي سد الأرعون نفس الشي لأنه كان فيه تهديدات بضرب ما الذي يضمن اليوم أنه نتنياهو لا يجن وليس حيث مع قلمة أمريكا هذي مرة هذي مفيش قصة يجنون هون في قصة شو أهدافه من العملية لبنان إذا أهدافه إبعاد حزب الله خمسة كيلومتر يجري بيعملها محدودة اللي رح يوسع هون بالمقابل برأيي أنا هو الحزب ما رح يقبل فيها بده 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 يستعمل وسائل لمنع إسرائيل من تحقيقها لهذا بتقرير نشرته يعني نشرته إسرائيل بتقول أن المساد الإسرائيلي على يقين أين يتواجد سيد حسن نصر الله وحتى لو غير موقعه نعم دقيق هذا الكلام مبعد هذي هلا هذي بتدخل ضمن الحرب الإعلامية ضمن الحرب النفسية بيعرفوا أو ما بيعرفوا ما بعرف ما بفتكر ما بعتقد لأنه فيه سهولة اللي معرفة أين هي تواجد أفدت حقيقة البلس الإسرائيلية بأنه نتانياهو صدق سراً على انضمام بن غفير إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب كيف يأثر هيدا الشيء على مصر الحرب؟ صدق سراً نعم يعني هيد بطريقة كيف يجتمع معه بالسر يعني ايه في المجلس الحربي بإسرائيل كابنت المصغر إذا بنجافير موجود لحيطلع هو على الإعلام والأولى بنجافير مهرجاني وبيحب بيطلع يحكي وقاله ما هم كيف بدو يخفيها أكيد عم بيستشيروا خليني بس وضح شغل الإعلام أننا نحنا ما بيحكي غير عن اللي عم بيضغطوا على نتانياهو عن يساره أنه بال بالصفقة مع حماس تنفلت الرهيين و بال بال بوقفة طلق النار و كذا عن يمينه عنديك بنجافير وعندك سموتريتش وعندك سكان شمال إسرائيل يلي عم بيطالبوا بعملية عسكرية تظلوا موجودة تظلوا حكومته موجودة وأكيد ما بيعمل شي بدون ما يستشيروا لبنجافير وبنجافير واسموتريتش أكيد عم بيطلعوا دايما ياخدوا مواقف متطرفة أولا لم لمد تأييد إضافة لقلون من اليمين الإسرائيلي ومن سكان شمال إسرائيل وناتانياهو بحاجة لقلون للاستمرار حكومته لأنه إذا ظهرت إذا ظهروا ما بقى عنده أكترية بالكنسة هلا طلع يا إير لبيد قال له نحنا منعطيك سمام أمان فللون ومنجي نحنا بنمشي معك ساعة ساعة بيقل له هيك ساعة بينشروا من فوق لتحت أنه هيدا أنت رئيس وزارة غير غير جدير أنك تحكم هيداك بيجاوبوا أنت من أول صاروخ ردخت هيداك يعني هالخبصة الموجودة بالداخل الإسرائيلي يسعب قراءتها بدقة أن معالأكيد في شرخ ولكن هالشرخ معا بينعكس على العمليات العسكرية أن تخف أو توقف أو تزيد بلخيتين بموضوع رئاسة الجمهورية ما في رئاسة أبل ما تخلص هذه الأعمال الأعمال العسكرية بالجنوب وحتى حرب غزة أنا برأيي المفتاح طبع رئاسة الجمهورية هو بإيد حزب الله وطالما حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية لن تحصل ليش الحزب لا يريد هذه الانتخابات لأن الحزب يريد تأمين مواقعه بالدولة اللبنانية حزب الله في عنده أجندة جوية لبنان أولا هو مسيطر على أكترية القرارات الكبيرة في لبنان حلق في فيتو بوجه بمسألة الرئاسية بس اللي بوج حزب الله ما عنده غير الفيتو يعني هو يريد تشريع سلاحه هو يقول لا أنا مشرع ولا سلاحي ولكن بكل بيان وزاري من أكتر من عشر سنين بده تنذكر كلمة مقاومة اللي يستعمل لتشريع سلاحه وفي أحد نواب حزب الله سرب مرة من المرات أنه لازم سلاح حزب الله يصير شرعي يصير قانوني يصير دستوري وهيدي صعب يقدر يحصل علي بالوقت الحاضر إنما سيكمل مسيرته للحصول علي يعني مثل الحشد الشعبي بالعراق الحشد الشعبي بالعراق تابعين لوزارة الداخلية ولكن بي مين بيقتمروا بيقتمروا بإيران بالختام شناطر اللبنانيين حضرة العميد شو بدي أقول للبنانيين أنا بقول للبنانيين صمدنا خمسين سنين يعني وبعده لبنان موجود من خمسين سنين مشلع اليوم أكيد ولكن دستورنا عمره اليوم صار من سنة الستة وعشرين يعني عمره 98 سنة دستورنا وصمد تعديلات الطائف ما كتير غيرت الأمور وما نلقى بديل لهالدستور إطار الدولة اللبنانية بيحمل كل العالم بغضا النظر عن مشاعرهم ما ضروري يكونوا مغرومين ببعضهم اللبنانية تيعيشوا سواء إنما ما بيقدروا يعيشوا سواء تحت سقف الدستور والأنون وهيدا الشي اللي ما عم بصير يعني مع الأسف عم نشوف من جهة حزب الله الشلل وهريان اللي عم يهري الدولة من جوا وبيقول لا أنا بدي الدولة وعمل له من جهة تانية حديث عن فدرالية يلي بيعنوا فيها في كتير بيعنوا التقسيم في مؤيمتهم علانا لما نجينا قالنا فدرالية وتقسيم إنه لا الفدرالية بتجمع طيب مدامنا مجموعين لشو بنا نعمل لشو بنا نرجع نقسم ونفادريك عاكل حال هيدا حديث طويل جدا اليوم ما النطب المجهول خطرة جدا والمشكلة هي مش بالدستور بلبنان اليوم إذا عدلنا الدستور وعملنا فدرالية وعملنا غير شي بتنحل مشكلة مشكلة لبنان ببطلوا يتدخلوا الدول الأجنبية بلبنان بتبطل غيران تتدخل بلبنان بتبطل دول المنطقة كلها تتدخل بلبنان يعني خلينا نكون واقعين في وقائع عنا عنا دستور عنا قرار 1701 عنا قرار 1550 ما فيش مطبق من هون في عنا الشرعية العربية المراجع اللي عنا نحن اجا الرقم اثنين من الفاتيكان على لبنان تيقول لللبنانيين اتفقوا مع بعض تكون وانتخبوا رئيس ومصرين على الحفاظ على لبنان كما هو انا يعني كطرف مسيحي اذا ما رجعت مش الفاتيكان شو بزا تكون مرجعيتي شو بزا تكون مرجعيتي يعني هالزلمة وقت اجا اكل مسبات وانتقادات من اطراف مسيحيين مرح مرح نعطى باي نعط بس مش منطقية انا هدا مرجع مش الروحي الروحي اللي بنيين الباقيين اللي بنيين الباقيين ما لهم علاقة فيه بس هدا المرجع الاخليق تابعي انا واذا هدا ما رح يكون مرجع الاخليق منو مرجعي طيب هدا اللي بقول العميد المتقاعد خليل حلو بشكرك على هذا اللقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لحسن المتابعة